مرحبا بالمتابعين الكرام في الحلقة الماضية تحدثنا عن البقرة الحمراء بارا أدومة في نص التوراة وذلك في صفر العدد الإصحاح 19 العدد 2 بينما النص القرآني في صورة البقرة يقول بقرة صفراء فاقع لونها وتساءلنا عن اللون الحقيقي للبقرة الذي أشار إليه القرآن والتوراة أما فيما يخص التوراة فكلمة أدومة تعني حمراء وهذا اللون مأخود من جدر كلمة آدمة بمعنى أرض أو تراب ومنه جاءت كلمة آدم كما قلنا سابقا يرمز للون الأرض أو التراب أي أن هذا اللون ترابي أما فيما يخص النص القرآني فقد اختار عبارة صفراء فاقع لونها ورأينا في معجم اللغة العربية خاصة لسان العرب لمنظور أن كلمة صفر في صورة المرسلات تعني لون الأسود ونحن دائما بصدد الإشارة للون الأرض لون التراب فلا غرابة أن نجد عالما من أكبر علماء اليهود في القرن العاشر الميلادي وهو الحاخام سعادية بن جاءون بن يوسف الفيومي قد ترجم كلمة أدومة بين قوسين حمراء إلى كلمة صفراء باللغة العربية وهو فقيه في اللغتين العربية والعبرية إلا تأكيدا على أن الكلمة أدومة هي إشارة للون التراب الآن ننتقل للحديث عن هذه البقرة الحمراء أو الصفراء في التوراة حيث أن الهدف من دبحها في صفر العدد الإصحاح 19 هو تطهير بني إسرائيل من النجاسة وهي تعتبر ذبيحة خطية يأخذها رئيس الكهنة خارج المحلة أو المخيم أو الهيكل والهيكل بمعنى معبد سليمان فتتبح ويرش دمها بأصبع الكاهن سبع مرات وذلك نحو تجاه وجه خيمة الاجتماع أو الهيكل ثم تحرق بالكامل ويوضع خشب الأرض ونبات الزوفة ومسحوق القرمز وسط النار وكل هذه المواد لها رمزية عند القدماء فخشب الأرض يرمز للطهارة كما جاء في صفر اللاويين إصحاح 14 الأعداد 4.49 51.52 حيث يستخدم في تطهير البرس ولهذه الرمزية بنا سليمان الهيكل كما جاء في صفر الملوك الأول الإصحاح 6 العدد 18 أيضا نبات الزوفة يرمز للطهارة ولسيما في تطهير من البرس كذلك وذلك في صفر اللاويين الإصحاح 14 الأعداد 4.49 وهذا الرمز يشير إليه داود النبي في صفر المزامير إصحاح 51 العدد 7 طهرني بالزوفة فأطهر غسلني فأبيض أكثر من التلجي ثم مسحوق القرمز فهو رمز السلطان والثروة عند اليونان والرومان أما عند اليهود فيرمز لدم بلونه وللطهارة كما جاء في صفر اللاويين الإصحاح 14 الأعداد 4.49 فعند حرق البقرة الحمراء وهذه المواد التطهيرية يجمع الرماد ويضاف إلى ماء جاري طاهر ويخلط بهذا الرماد من أجل التطهير من النجاسة كلمس جتة ميت على سبيل المثال فالبقرة الحمراء وفقا للتقليد الحخامية فإن موسى بن ميمون الرامبام يعني ربي موشي بن ميمون نهاية القرن الثاني عشر الميلادي ذكر في كتاب المشنة الفصل الثالث العدد أربعة فيما معناه أن بارأ دومة بين قوسين البقرة الحمراء من عهد النبي موسى إلى تدمير الهيكل الثاني تم تضحية بتسع بقرات فقط من هذا النوع ويضيف الرامبام في آخر العدد الرابع أن البقرة الحمراء العاشرة سيضحي بها المسية نفسه قريبا انتهى الاقتباس وبالتالي فهذه البقرة ترمز إلى آخر الأيام ومجيء المصية لتطهير الأرض من الفساد والظلم وبناء الهيكل الثالث بإعلان مملكة إسرائيل الكبرى فمنذ تدمير هيكل هيرودوتس أي الهيكل الثاني سنة سبعين ميلادية على يد الروم بقيادة تيتوس واليهود يدعون في صلواتهم صلاة التفيلات الثمانية عشر أو صلاة البركات الثمانية عشر ببناء الهيكل الثالث في أرشليم القدس لمجيء المصية ولهذا نجد بعض الأصليين من اليهود يبحثون عن هذه البقرة الحمراء النادرة جدا لمعرفة اقتراب وقت بناء الهيكل وآخر الأيام لأنها ضرورية لتطهير المعبد الجديد وفي وقتنا الحاضر أخذ معهد الهيكل ماخون هامقداش على عاتقه تهيئة البقرة الحمراء من أجل بناء الهيكل ومنذ سنة 2018 لم يعتر إلا على بقرتين في إسرائيل تتوفر فيهما الشروط المطلوبة وأصعبها عدم وجود ولو شعرتان تختلفان عن سائر الشعر الأحمر لهذه البقرة وكما تلاحظون أحد القائمين على معهد الهيكل يفحص بالمجهر عن وجود شعرة واحدة لونها يختلف عن لون البقرة ككل إذن الموضوع برمته يحيلنا إلى موضوع اقتراب الساعة ونهاية العالم وبما أن القرآن في عدة صور وآيات يشير بوضوح لنهاية العالم مثل اقتربة الساعة وانشق القمر صورة القمر الآية الأولى الزلزلة القارعة وغيرها من الصور تأتي صورة البقرة أيضا في قصة موسى أو قصة بقرة موسى للإشارة إلى اقتراب الساعة وقيامتها والتذكير بمجيء المسيح والاستعداد له ويوم البعث وهذه العناصر الفكرية موجودة في صورة البقرة فعند ذكر البقرة ووصفها في حوار موسى وبني إسرائيل واتهامهم بقصوة القلب كما جاء في الآية التي بعدها الآية 74 وهي كالحجارة أو أشد قصوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار فهي إشارة لصفر العدد الإصحاح 20 العدد 11 ورفع موسى يده ودرب الصخرة بعصاه مرتين فخرج ماء غزير فشربت الجماعة ومواشيها معجزة درب الصخرة وخروج الماء وقصة البقرة كما جاءت في التوراه كما رأينا أشار لها القرآن في صورة البقرة من الآية 67 إلى 74 ثم لخصها وأشار للمصية في الآية 87 من صورة البقرة ولقد آتينا موسى الكتاب بين قوسين أي التوراه وقفينا من بعده بالرسل ويختم الآية بالذكر عيسى بن مريم وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس كتذكير بأن عيسى بن مريم هو المسيح كما جاء في صورة النساء الآية 157 وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله أي اتهام اليهود بقتل المسيح عيسى ولهذا يختم الآية التي نحن بصددها بهذا الاتهام بقوله في صورة البقرة أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وكأن هذه الآية تحدد من هو المصيح الحقيقي الذي ينتظره اليهود في آخر الزمان بحسب القرآن هو نفسه المسيح عيسى بن مريم ومجيئه الثاني لتكملة رسالة الخلاص وبهذه الإشارة الواضحة تعزي شهادة المؤرخ الأرميني سيبيوس في كون نبي العرب محمد أو محمد جاء لتحرير القدس وتهيئة طريق لرجوع المسيح الثاني للأرض واقتراب يوم القيامة ولهذا السبب يذكر أحد الحجاج يدعى أركولفوس من بلاد الغال سنة 670 بناء السرسين بين قوسين العرب لبيت من خشب على أرض المعبد هيرودوس في بيت المقدس قبة صخرة حاليا أي بنوه في عجالة من أمرهم لمجيء المسيح ونهاية العالم بين قوسين الأبوكاليبس الذي تنتظره كل شعوب الشرق الأوسط في ذلك العصر من يهود ومسيحيين وعرب كما سبق أن أشرنا في بعض الحلقات من هذا البرنامج نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في حلقة مقبلة فكونوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر